السلام عليكم. هنكمل كلامنا ان شاء الله في البيترو كيميكلز. هنشرح دلوقتي البولي بروبيلين. ده اخر حاجة عندنا في الكورس. هنمشي برطة وزي ما اقولنا وشين احنا نبص على صناعة عاملة ازاي وتفاصيل دي. انا بس كان في حاجة في الفيديو اللي فات بتاع بولي سيلين اه. قلتها يعني مش مصطح. ان احنا بالنسبة لنا الزكر الكاتاليست او اللي هو طريب تاعت فيليبس. اللي اتنين ممكن عمل بيهم لينير لو او ممكن عمل بيهم هاي دينستي. حسن بان انا محتاج اعمليه بزبط يعني السيستم بتاعي. فالنسبة لي في الفيليبس بتاعي احنا كنا قلين ان انا بعمل الكاتاليست بتاعي بيوفير فري رديكال. لا فهو الكاتاليست بتاعي مش فيه رديكال. هو الكاتاليست بتاعي بيبقى اه. لهو اكروميوم اوكسايد واستيك عادي. انما في رديكال ده وبتاع الطريقة بتاعت الهاي اي سي او اي اللي هي كان عندها هاي بروشل. ده بس كان حاجة غالطة عاملة بتاع في الفات فاتمنى يعني الناس اه. اه اه اترجع عليها تاني يعني. نبدأ بقى كلمنا على بولي بروبيلين. اه عايزين نعرف ايه الكاتاليست اللي عندنا اول حاجة خالص فهو قال لي ان انا الكاتاليست هكمل عادي الكاتاليست بتاعتي عادي ان هي نفس الكاتاليست بتاعت. اه اللي فات اللي هي كان عندي زيجلر كاتاليست. وعندي اللي هو بتاعي او اللي هو بتاعي. قال لي هزود بس عليها حاجة بسيطة اللي انا عمل حاجة احط عليها حاجة اسمها سيلكتف كنترول ايجنت. قال لي بقى اي سيلكتف كنترول ايجنت ده وانت قال لي دوت حاجة بحطوها بحيس انه لو انا محتاج اللي انا اطلع اتكتك هو بساعدني ان انا اقدر ان اي اطلع اتكتك او اطلع حاجة عندها امباكت سترينس عالي يعني. عشان انا عندي دول هوا كان بيطلعولي اي دوتكتك اي دوتكتك. فالدول يعني بالنسبة لي كانوا عبارة عن بيطلعولي يعني السيستم بتاعي مش اا بيطلعولي يعني بيبقى اليمباكت بتاعي والسترينس بتاعي بيبقى قليل. فان من الفيدي تبقى مشكلة فان ببقى احط حاجة اسمها بحيس ان هو بيساعدني ان اطلع اطلع حاجة يعني بتاعتي بالتواصيل انا انا عايزها بالزبط. اه فقال لي مسلا يعني احنا لو في المصنع بلينتيك التلاتة الاف اه تن في السنة. ثلاثة اه ملو خمسين الف تن في السنة. فان مثلا بمحتاج ان اطلع نسبة منه وهو ان اطلع منه نسبة ايمباكت بولمر نسبة كوبولمر. ايه بقى ايه هوموبولمر وايه ايمباكت بولمر وايه كوبولمر. اللي احنا في البولي بروبيلين احنا بنطلع هوموبولمر. وبنطلع impact polymer وبنطلع co-polymer ايه بقى للفرق ما منهم نحن ده الرياكشن بتاعنا بيتمي في حاجتين يبقى لجاز phase لليكويد phase اذا انا عندي الرياكشن بتاعي يتمي كليكويد فيز فبيتلع لهم polymer ده كده هو ضرورة ايجا تيك تيك انما لو انا عندي الرياكشن بتاعي يتمي ومعا ايساييلين انا عملت في الرياكشن بتاعي ضفت بروبيلين وايساييلين في الليكويد فيز فبيتلع لليكويد بوليمير انما انا هنا في الرياكشن بتاعي ضفت هم بوليمير معا ايساييلين سبتلع للي هو impact polymer اللي هو عنده ال impact بتاعه بتاعه بيبقى عالي وانا بحب ان انا بستعملوا حاجات معينة ده كده يعني الريفليكتي سريع المفروضة احنا هنعمل ايه يعني كده بداية كده الشرح بتاعنا. بدأت بقى نتكلم خلص في الاول. مش هو الكلام يعني في المحضرة مش امشي عليه بالتفاصيل انا همشي على حاجات معينة بس. فهنا هو بيتكلمني ان انا باطلع يعني الشكل بتاعه بيطلع كسفير. فهنا هو بيقول يعني هو حاول يوصل الكاتل الاست معينة ويوصل بالبروس بتاعتي حاجة معينة. لهيه بتطلع للشكل البرتكلز بقتي كشكلها سفير يعني. اه ودي بتبقى الحاجة الكريسة بنitteله في الصناعة يعني. اه ليه مش يافظته بحاجة كويسة. اه فاول حاجة هم نبدأ بيقول يعني هنشوف الكاتلس بنعمله ازاي? بعد كده ازاي بنعمل البلومورايزايشن. بعدكاد ازاي بنعمل Hilmerization بقى مشوف اللهم البرامر بيطلع ازاي الكلام ده اللي هو هنا هو في الyardجوز يعني. وبعاين يظن هيا هيحصل ايه في اله بالضبط. بعد كده بتاعه برقاء من做 اصدق Rapelli تاعب اعمل ازاي? فلا الحاجة بيجيب conta الجرادちは اصلا بستعملها الي هو الزيجل الكاتاليست الي هو التيتركلوريد بعد كده بيضيف عليهم اللي هو الاكتيفيتور بتاعي اللي هو التيل. مما يضيف التيل يعني هو تقريبا كان تقريبا يعني كان بيعمل كولينج. بعد كده بيبدأ بقى ان هو يدخلوه على الايكويت فيز راكشن ويشتغل يعني. آآ فمن نسبة لده كده الكاتلس بتاعي اللي انا بحضره يعني. ده كده تقدر ملخص الكلام اللي انا قلت يعني. هنا بس هنا في حاجة زيادة اللي هو الاول قبل ما بيعمل بياخدوا مع بعض بياخدهم كانوا اصلهم في دراموف بيحطهم مع بعض الاول. بعد كده بيانهم في حتة معينة بعد كده بيعمل الهيتنج بعد كده بيضيف التايتيني مكولورايد. يعني هنا هو في تفاصيل زيادة. ممكن لحد حابب يبوست عليها يعني. بس ده الدكتور عده في المحضرة نصة يعني. آآ بس آآ هنا بقى انا دي حاجة احنا انا مش عارفها يعني. هل ده كده بالنسبة لي دوت هو اللي سيلكتف ايجنت يعني الدكتور عادت عليها ولا لأ. دي بصراحة انا مش عارف يعني. بس آآ او ده كده الكاتلس بالنسبة لي كده انا حضرت الكاتلس بالنسبة لي. آآ فنبدأ بعد ما انا حضرت الكاتلس هنا ببرده يعني بيورني الكاتلس هنا حمد دارته خلاص يعني. بعد كده نبدأ بقى اللي هندخل على الصناعة بتاعتي. آآ قبل مدخل على الصناعة آآ انا بس في حاجة معينة هشرحها. الماشي اللي هي الملت اندكس. آآ بعد كده بقى في فيديو تاني هنشرح الفلوشي تعمل ازاي بزوت. آآ في عبارة عن ايه ميلت اندكس? هو قال لي دي عبارة عن حاجة انا ببستعملها. او بحاول انا اوصلها يعني. آآ بحيس اللي انا بقيم المنتج بتاعي. بتاعه كويس ولا لأ? يعني ايه كويس ولا لأ? احنا عارفين ان اللي احنا عندنا في الصناعة بتاعتنا او عمتا ان انا محتاج بتاع الملت يبقى نورمي بقاش واسع. ليه? عشان انا عندي لو هو واسع قلنا اللي هو بيحصل آآ مشكلة بالنسبة لي لو هو واسع يعني انها بيبقى عندي كده اللي هو بيبقى صغير كتير. فبالنسبة لي كده هو ممكن يتكسر بسرعة. وانا مش عايز حاجة زي كده تحصل. انا اصلا بعمله دلوقتي اللي هو يستحمل الصدمات او حاجة زي كده. مش عايز ان هو الموضوع اللي هو يتأثر بسرعة بصدماته والكلام ده. فبالتالي انا بعد ما بخلص اللي انا بعمله يعني بقدر انا هاخده بعمله 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 انتكس عشان دلوقتي اطلع حاجة. فهنا هوقت في البروبايلين وبالبولي اسلين بنعمل حوار الملت انتكس دلوقتي وكان عندنا في البي في سي كنا بنعمل اللي هو الفيسكوميتر. ايه همتشوف في سيكوميتر بتاعة عاملها ازاي. اه فاول حاجة الجهاز عامل ازاي هو الجهاز عامل كده يعني حاجة بسيطة ليه كده. اه ده شكل كده موسط على الجهاز. في هنا عندي فيه حاجة كده بحط عليها لود. ده بيبقى لود هنا. كل اللي بحصل انها بحط العينة بتاعتي هنا. في العيانة دي لوا بتنزل. مش يا بتتبدأ ان هي بتحصل لها ملتنج. بتبدأ ان هي بتنزل من هنا. فانا عندي لو انا عندي الملكرة التي بتاعي. عالي يعني كبير. فانا بيؤتيتلي بالفيسكوميت بنائتي هتبقى ايه? بيتبقتة كبيرة. فهينزل بالروحة. انما لو عندي الملكرة لوتتي بتاعي. اوهيل. فانا فيسكوميت بتاعتي هتبقى قليلة. فالييلة لو فانا اقول ان انا بعمله ان انا بقيس الزمن اللي هو بينزل فيه او الكمية اللي هو اللي بتنزل اه في حاجتين انا دايما بقيس كل عشر دقيق كل عشر دقيق ماشي بحط هنا اللود في مرة اه اللي هو 2.16 مرة واحد وعشر بوينت ستة مش هدى اللود بالنسبة لي وبيس كل عشر دقيق بشوف الكمية المثلة تنزل قدقية بطلع كلا هو بعدك انا بقسم قريتين على بعض مفوض اللي هو تبقى واحد او اكتر من واحد يعني بحيس ان انا بقسم الكبير على الصغير فالمفروض ان هو بالنسبة لي الاراية بتاعت 21.6 تبقى اعلى من الاراية اللي هي 2.16 يعني. ده كده بالنسبة لي بيحدد الدستربيوشن بتاع الدستربيوشن ريت يعني بتاع السيستم بتاعي. حاجة كمان ان احنا عندنا السيستم ده هو الدراكة الحرارة بتبقى ملتنج عند مية وتسعين. هاي سيدي بتبقى اعلى من دراكة الحرارة بتاعت البولي اسيلين والبولي بروبيلين يعني. برضو محتاج نبص على فيديو سريع كده هوات بيوريني ايه اللي بيحصل بالضبط. اه فاحنا عندنا دلوقتي هوات ده كده هنبدأ الفيديو. هنا هو بيوريني هو بيحط العينة. ماشي بقى ده حطه بقى ايه اللي هو يضغطها العينة. كده عينات حطت خلاص. بتبدأ بقى العينة اللي هي هتنسل. اهو لسه مش غالش الجايز سويا. كده هو بيحط اللوود اللي هو ده كده اللوود اللي هو بيحطه على المين ده. ده كده بتاعة الوقت النزول اوه. ماشي هو اللي خده من دلوقتي دوت هو دوت العينة اللي هي نزلت وبيوزنها اوه. بس هنا فيديو مش موضح يعني تنزل ازاي بالزبط يعني. فده كده ده شكل وده يعني بنستعمله بس عشان يتأكد من الكفاءة بتاعة البرودكت بتاعي. اه ان شاء الله نعم فيديو تاني بقى بنشرح في الفلوشيت يعني. السلام عليكم.